خلينا نبدأ أول فقراتنا والفقرة الأولى وهي وان توان كابتن ساعد بدأت مشوارك في ألعاب القوة هل بقى مشوارك في الكورة جيه بالصدفة ولا تصحيح مصار لا والله يعني إحنا وإحنا صغارين أي حد بيبتدي بيمارس معظم الرياضات وبيلعب كورة في الشارع في الأندية اللي حواليه في مركز الشباب فكلنا بتدينا كده بنلعب كورة وبنلعب كل الرياضات التانية المتاحة اللي حوالينا سواء في المنطقة اللي انت تربيت فيها أو تولدت فيها وبتبتلي تاخد بعد كده بقى المصارك على حسب بتروح عن ديار تختبر مرة واثنين وثلاثة فبعد كده الحمد لله رحنا اختبارات كزاني دي لحد بقى بتدينا مشوارنا مع الكورة واستمر الحمد لله يعني فوجهة نظرك ان ليه سوشيال ميديا حتى اللعيبة في دماغها هل هو شايف ان سوشيال ميديا بتضغط على اللعيبة؟ يعني الدنيا تغيرت دلوقتي بقى فيه زوار جيرة زهرت زي السوشيال ميديا وحاجات جديدة بقى كل تصرف محسوب عليك وكل حاجة مطلوب ان انت تاخد بالك منها فلازم كلها نخلي بنا مش بس اللعيبة حتى في الحياة العادية بقى موضوع السوشيال ميديا كل حاجة زي ما بقولوا تحت الميكروسكوب يعني فلازم نخلي بناه كل واحد يخلي بالهم تصرفاته لان الموضوع زمله اجابيات له سلبيات لكن في نفس الوقت لها اجابياتها برضو فكرة ان هي بتخلي لها اكثر شهرة وتخلي ان اي سهل اي حد تشير سهل اي حد من المتواجد لو فيه اي حاجة سلبية بيبقى فيه تركيز عليها من خلال السوشيال ميديا فهذا ما لها اجابياتها لها سلبياتها برضو طب مين اكتر مدرب كنت حاسس بنفسك معي؟ في الناد الاهلي كان فيه مدربين كتير يعني اكتر مدرب كنت حاسس ان ان انت فرمة لا فيه ناس كتير كابتن حسن البادري عملت معه مواسم كويسة جدا ومواسم حيلة جدا الكابتن محمد يوسف اشتغلت معه برضو فترة كويسة وكان من الناس اللي بصمة وفيه مستر فيلر كان من المدربين اللي كانوا مهمين موجودين في الناد الاهلي فكان فيه مدربين كتير موجودين في الناد الاهلي يعني ليه بيقولوا ان سادي سامير على السوشيال ميديا مدلل او محبوب اكتر في اقدارة الناد الاهلي علشان كده كرموه قبل الاعرى يعني مش 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 فجرة مدلل او ممكن الناس بكون بتحبك بتعذرك لكن هو في الاول في الاخر الناد الاهلي بيحاول ان هو يكرم مولاده على المجهود اللي عملوه او على السنين اللي عدوها في الناد الاهلي من خلال التزامهم وتقديرهم للنادي وحبهم للنادي فبيبقى فيه زي حاجة معنوية او رابط بين اللعبة الكبيرة اللي في النادي الاهلي و ادارة النادي او جمهور النادي فبالعكس يعني الواحد يبقى مبسوط ان هو ادارة النادي تحبه او جمهور الاهلي يحبه وده حاجة تشرف الواحد يعني بصراحة موسو ماني ظلمك وكان سبب في رحيلك من النادي الاهلي؟ لا لا خالص يعني مفيش مدرب بيظلم لعيبي يعني بس هي في الاول في الاخر وجهات النظر وانا كنت حابب ان انا شارك اكتر وان انا بقى موجود في المباريات اكتر فكان قرر انا اللي طلبت ان انا خرج عارة وان انا عايز اشارك وان انا بقى متواجد لان كنت راجع من فترة اصابة طويلة فكلمت مع الكابت الخطيب ومشكورا يعني اداني الفرصة ان انا اقدر العب فخرجت عارة سنتين والحمد لله الامور مش بشكل كويس يعني انت واحد من كابتن الفرقة ما خوفتش ان انت لما تمشي ما شاينك يقصر على الفرقة؟ يعني النادي الاهلي طول عمره كبير واكبر من اي لعيب او اكبر من اي كابتن موجود او اي ظروف فبالعكس خالص احنا عدت 14 سنة في النادي او 13 سنة مريت بظروف كتير ومرنا بظروف كتير كفرقة وعلى مستوى تاريخ النادي ومش لعيبة كبيرة ومش لعيبة كانت اسامة كبيرة كنا متوقعين ان احنا ممكن في اوقات كتيرة ان الفرقة تبقى محتاجة النجوم كبيرة تبقى موجودة دائما لكن فضلت الفرقة مستمرة وفضلت فرقة بطولات فده اللي احنا تعلمناه يعني لكن طبعا بيبقى العشرة والحب الموجود في المكان والعلاقات اللي بينا بهم بعض كلعيبة كمسئولين كعمال كادرين هو ده اللي بيأثر في الواحد شوية بس انت كنت من الناس الكبار في الفرقة يعني كنت تقريبا انت وكابتن وليد وكابتن الشناوي كابتن وليد اعتزل وانت مشيت فما كانش ما بقاش فاضل غير كابتن الشناوي اه من كده الحملة بقى كبيرة شوية عالشناوي لكن هو هل ده انت فوجة نظرك كفاية؟ طبعا لما بيكون في عدد كبير موجود في فقوط اللبس من اللعيبة الأدامة والبقى لهم سنين في النادي بيفرق طبعا مع الفرقة وبيفرق مع فقوط اللبس وخصوصا لو لعيبة عصرة أجيال كبيرة واخد البطولات وتربوا على أسس المبادئ النادي فده بيفرق لكن في نفس الوقت برده بيبقى فيه خبرات مترك ملايبة بتكتسبها دلوقتي في الشناوي موجود في ايمان أشرف في محمد هاني في السليا في معلول ففيه برده عدد من اللعيبة اللي عندهم برده الخبرات ان هم يقدروا يحافظوا على الفرقة ويحافظوا على روط اللبس والحمد لله الفرقة مشى بشكل كويس الفترة اللي فاتت بعد مكسب مباراة السوبر ومشى كويس في الدول فالحمد لله ترجمة نانسي قنقر